اشتركوا في القناة استخدم بشكل كبير في شتى المجالات والقطاعات سواء كانت القطاعات الصحية أو القطاعات العمل أو حتى بين الأفراد لتحسين تعاملهم مع الآخرين هذه الأداة النفسية هي تسمى بنافذة جهاري أو جهاري ويندو وهي أداة لتحليل مقدراتكم وقدراتكم كما تراها أنتم وكما يراها الآخرين وطورها عالمين من باحثين في علم النفس في أمريكا 955 يعني هي مو أداة جديدة لكن لحد الآن تستخدم بشكل كبير في تحليل قدراتك الذاتية وتساعدك على أنه تطوير هذه القدرات إلى الأفضل مثل ما قلنا هذه الأداة اسمها النافذة الجهاري وهي النافذة التي يتمكن خلالها الشخص من رؤية نفسه ويتمكن الآخرين من رؤيته خلالها وهي تركز على ما تعرفه أنت عن نفسك وما لا تعرفه عن نفسك فهذا الجانب الأول منها والجانب الثاني منها ما يعرفه الناس عنك وما لا يعرفه الناس عنك فهذه النافذة ستخليك تعرف شنو اللي أنت تعرفه عن نفسك من مقدرات وحتى يمكن صفات سلبية وعيوب وما يعرفه الآخرين وكيف يمكن أن تطور من العيوب أو المزاوة أو الصفات السلبية في شخصيتك حتى تصبح إنسان ناجح أو إنسانة ناجحة النافذة هذه عندي هذا الرسم التخطيطي لها للأسف بالانجليزي لم أجد رسم تخطيطي عنها بالعربي فمثل ما تشوفون أنوان الأداة هو الجهاري ويندو وهي النافذة الجهاري تقسم إلى أربع أقسام على حسب المعلومات اللي تعرفها أنت عن نفسك أو ما تعرفها أو اللي يعرفها الآخرين عنك أو لا يعرفها هذه المنطقة الأولى اللي هي تسمى بالopen area أو المنطقة المفتوحة شنو هي هاي المنطقة المفتوحة هاي المنطقة المفتوحة هي الأشياء أو الصفات أو الخصال أو السمات اللي تعرفها عن نفسك ويعرفها الآخرين عنك أيضا فلذلك هاي هي المنطقة المفتوحة هي منطقة مفتوحة إلك وللآخرين هذه الأشياء تضمن أشياء مثلا كيفية تعاملك مع الأصدقاء كيفية وقوفك بجانبهم وقوف أو مساعدتك للإنسان اللي يحتاجك سواء كان صديق أو غريب فهذه الصفات والسيمات هي اللي معروفة إلك ومعروفة عن الآخرين فأول خطوة على مدى تسوي هذه الأداة هو أنه تكتب بهذه المساحة من هذه النافذة تكتب هذه الأشياء ما هي الأشياء التي تعرفها عن نفسك ويعرفها الآخرين عنك ومثل ما قلت لكم أعطيتكم بعض الأمثلة مثلا أنت إنسان صدوق أنت تحب الخير أو أنت إنسان تخطط جيدا تخطيطك المادي جيد جدا أو يمكن إنسان تصرف فلوسه هواية بدون تخطيط إلى آخره فأبدي بهذه المساحة أولا حدد هذه المساحة حدد ما تعرفه عن نفسك من صفات وسيمات مثل ما قلت شخص سواء كانت سلبية أو إيجابية وما يعرفه الناس عنك طيب النقطة الثانية هي النقطة العمياء أو المساحة العمياء الشنو هي هاي المساحة العمياء أو النقطة العمياء هذه هي المساحة اللي هي صفات وخصال لشخصيتك يعرفها الناس عنك بس أنت ما تعرفها أنت جاهل بيها يعني مثلا النقطة العمياء في حياتك قد تكون أنه أنت إنسان لا تثق بالآخرين لكن أنت ما تشوف أنه أنت غير واعي أنه عندك هذه الصفة لكن كل الناس اللي دار مدائرك أو أغلبهم يعرفون أنه عندك هذه الصفة اللي قد تأثر كثيرا على علاقاتك الشخصية وعلاقاتك بالعمل طيب شون أعرف هاي النقطة العمياء في حياتي إذا كانت هذه النقطة العمياء هي أشياء أنا ما أعرفها شون رح أقدر أعرفها الطريقة اللي تعرفها مثل ما قلنا هي صفات وسمات معروفة عند الآخرين بس أنت ما تعرفها فأفضل طريقة أنه تصلح وتقلل هذه المساحة في حياتك أنه تسأل الآخرين عن نفسك واسألهم أنه يكونون صراحين جدا وياك ما هي الأشياء اللي هما يعتقدون هي صفات سلبية أو يمكن حتى إيجابية بس أنت ما تعرفها عن نفسك فهنانا يجي دور ما يسمى بالفيدباك يعني لما تحصل على فد يعني نقد بناء من الآخرين على مودة قلل هذه المساحة عندك ليش من الضروري أنه نقلل هاي المساحة نقلل النقطة العمياء ونزيد المساحة المفتوحة هذا شيء مهم لأنه حتى نكون ناس ناجحين يجب أنه إحنا نعرف أكثر ما يمكن عن أنفسنا ونقلل الأشياء اللي ما نعرفها عن نفسنا لأنه الأشياء اللي ما رح نعرفها عن نفسنا ما رح نقدر نستخدمها ولا رح نقدر يعني نطورها فمثلا إذا كانت أنا النقطة العمياء عندي أنه أنا ما أعرف كيف أتصرف بالمواقف الصعبة والعصيبة شون رح أكون مستعد لموقف عصيب أو صعب في حياتي فلذلك يجب أن نقلل هذه المساحة العمياء في حياتنا المساحة الأخرى هنا هي الهدن أو الخفية المساحة الخفية من حياتنا وهذه المساحة هي ما تعرفه أنت عن نفسك بس الآخرين ما يعرفها عنك يعني هاي الصفات والسمات اللي أنت تخاف أنه الناس يطلعون عليها فتبقيها مختفية عن أنظارهم لكن أنت تعرفها يعني مثلا بعض الناس عدهم ضعف تجاه المقامرة مثلا يحبون يقامرون يحبون يسوون أشياء أخرى بالخفاء فهذه الأشياء يسووها وهم واعين على مخاطرها وضرارها بهم لكن مع ذلك يسووها لأنه يعني يعتقدون أنه الناس الآخرين مدى يهتمون أو مدى يشوفون هذه الأخطاء عدهم فهذه المنطقة المنطقة الخفية هي أيضا مشكلة لأنه أنت في هذه المنطقة تتسوي أشياء وتتحاول تخفيها عن الآخرين وبفعلك هذا الشيء أنت يمكن تتأثر على نفسك وعلى أدائك في العمل أو على علاقتك الشخصية مع الآخرين دعنا نقول إذا نجيبها مثلا كمثال على زوجه زوجته المنطقة الخفية هنا إذا هو كان مثلا يتصل ببنات مثلا وما يخليها تعرف عن هذا الشيء ما يخلي زوجته تعرف فهي أيضا تقع في هذه المساحة وهي هاي المساحة مثل ما قلنا هي خاطئة ويجب أن تقلل أقل ما يمكن مثلها مثل النقطة العمياء النقطة الأخيرة أو المساحة الأخيرة في هذه النافذة هي الأنون المجهولة هذه المساحة هي صفاتك ومقدراتك وسماتك التي أنت لا تعرف أنها موجودة عندك ولا الآخرين يعرفون أنها موجودة عندك يعني مثلا شخص لم يضطر في يوم من الأيام أنه يقود مجموعة من الأشخاص أو يقود فريق فيمكن هو أبدا ما يفكر أنه رح يكون قائد جيد لهذه المجموعة أو قائد جيد لهذا الفريق والآخرين أيضا ما يعرفون هذا الشيء عنه فلذلك هذه المساحة المجهولة في حياتنا هي أيضا مشكلة لأنه إذا أنا ما أعرف أنه عندي القدرات والسمات الشخصية حتى أكون قائد جيد يمكن ما رح أتقدم لقيادة أي مجموعة ولقيادة أي فريق ويمكن الآخرين أيضا ما رح يقبلون إذا أنا قدمت فلذلك إحنا من الممكن أن نحاول أقصى في الجهد أنه نقلل هذه المساحة المجهولة في حياتنا لكن هي هذه تقليلها فتشي جدا صعب لأنه هذه المساحة اللي إحنا ما نعرفها واللي الآخرين ما نعرفها لكن العلماء يقولون أنه إذا اشتغلت على ازتياد هذه المساحة المفتوحة الأشياء الجيدة التي تعرفها عن نفسك ويعرفها الناس عنك وقللت النقطة العمياء الأشياء السيئة التي يعرفها الناس عنك وانت ما تعرف بيها وقللت أيضا المنطقة الخفية الأشياء التي تعرفها عن نفسك والآخرين ما يعرفوها عنك بالتأكيد هذا كله رح يقلل هذه المساحة المساحة المجهولة في حياتك فهو هذا الموضوع اللي حبيت أطرح عليكم نافذة الجهاري ومثل ما قلت هذه النافذة ممكن أنه تستخدمها في أي موقف من موقف حياتك في أي مكان في أي زمان مع أي شخص مثلا الزوج ممكن أنه يستخدمها مع زوجته ويجلسون اثنيناتهم يساوون نافذة لكل واحد بيهم ويشوفون ليش هم مدى يسرعدهم مشاكل ليش الآخر مدى يفتهمها ليش تخاطب بيناتهم مو صحيح وأيضا ممكن تسويها مع صديقك إذا صارت بيناتكم مشاكل وانت تريد تعرف شنه هو النقطة العمياء اللي انت ما منتبه لها بس يمكن صديقك منتبه لها ويساعدك على أنه تشوفها في نفسك وتغير من نفسك وتحسن من علاقتك وياه وأيضا إذا أنت تدقود فريق عمل فأنت من الأفضل أنه تعرف إذا كان عندك واحد من أعضاء الفريق هم مبدأ يشتغلون زيا أو عندهم فد مشكلة بالعمل إذا اجلس وياه وحاول أنه تسوي هذه الأدات التحليلية إلى وأنا متأكد إذا كان الإنسان صادق وشفاف على أقدر ما يقدر متأكد أنه هذه الأدات ستساهم في تطويره النفسي وتساهم في تطوير مهاراته الذاتية في التخاطم مع الآخرين وتساهم في إنجاحه في علاقاته وفي عمله أتمنى أنه تكون هذه الفكرة فكرة جديدة وفكرة استفاديت منها وأرجوكم أرجوكم أنه تقرون عن هذا الموضوع من خلال الإنترنت لأنه موضوع جدا مهم وأحنا في حاجة دائمة إلى تطوير أنفسنا وتطوير علاقاتنا مع الآخرين حتى ننجح في حياتنا الشخصية وفي عملنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر